السلام عليكم سأل أحد الإخوة من خلال التعليقات شنو يعني أعمال شاقة مثل ما تعرفون في كثير من القضايا والجرائم في النهاية يتم الحكم على القاتل أو المجرم على حسب ما تشوف المحكمة بالأعمال الشاقة المؤبدة أو الأعمال الشاقة المؤقتة وقبل وإحنا صغار كنا نسأل للكبار شنو يعني أعمال شاقة فكانوا يقولون مثلا يجبون السجين ويجبونه كوم من الحجارة أو الصخور أو كوم من التراب ويقولونه شيل هالحجارة أو التراب هذا من هالمكان إلى بعد عشر متار وبعد ما يخلص نقل الحجارة هذه أو التراب إلى هالمكان يرجعون يقولونه ورجعها إلى مكانها ويعني من باب أنهم يضحكون علينا ولا يمزحون معنا لكن فعليا الأعمال الشاقة هي مجموعة من الأعمال اللي تشوفها الدولة اللي المفروض السجناء يشتغلونها بناء على حسب الجريمة اللي يكونون مرتكبينها والأعمال هذه تكون قسرية وغصبا عن السجين مثلا قبل كانوا يستخدمون السجناء في مد السكك الحديدية تكسير الصخور فتح الأنفاق وكذلك في أعمال البناء التحميل التنزيل والشغل هذا يكون إما داخل السجن أو خارجه المصلحة اللي تشوفها إدارة السجن أو الدولة فتتعامل بناءً عليه مع هذول السجناء المحكمين بالأعمال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والمؤبدة هذا السجين وده يظل يشتغل فيه الأعمال الشاقة لحتى يموت أما المؤقتة ممكن أنه يشتغلوا ما بين ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة وفي بعض الأحيان إذا ثبت حسن سلوك السجين المحكم بالأعمال الشاقة المؤبدة بعد عشرين سنة من الأعمال هذه ممكن أنهم يعفونوا من الأعمال الشاقة المؤبدة ويكتفون بالعشرين سنة هذه اللي يشتغلها وللصراحة مصطلح أو كلمة الأعمال الشاقة مصطلح فضفاض وتنطوي تحت منه الكثير من الأعمال اللي ممكن يقوم فيها السجين ممكن يكلفون بعض السجناء بتنظيف الحمامات الله يعزكم عنها الطاري التحميل التنزيل الأعمال الزراعية الدولة تعرفون كل دولة عندها أراضي زراعية تكون خاصة فيها بإحدى الوزارات فبالتالي يستخدمون هذول السجناء للقيام في الأعمال الزراعية هذه من تحميل وتنزيل وقطاف وزراعة بالإضافة إلى العديد من الأعمال الأخرى وهذا الكلام طبعا يتم تحت حراسة مشددة من قبل رجال الأمن لكن في السنوات الأخيرة أو في آخر 20 سنة تقريبا يعني كلمة الأعمال الشاقة مجرد أنها تنطق في الحكم النهائي في المحكمة وما يتم تطبيقها بشكل فعلي أما بالنسبة لقصة الليلة قصة الليلة الله يسلمكم من المغرب وتحية لأهل المغرب وليهون السامعين جميع قصة فيها عبرة عظيمة وفيها أحداث شيقة جدا لذلك قبل أن أبدأ في سارة أحداثها القصة الرائعة لا تنسوا أن تدعمونا باللايك بارك الله فيكم عام 1985 فيه شاب ينقال له محمد محمد هذا تزوج و الله سبحانه وتعالى أرزقه ولد وبعدين أرزقه بولد ثاني وكان هو وزوجته وخصوصا الزوجة كانت تتمنى أنه الله سبحانه وتعالى يرزقها بالنوتة وسبحان الله البني آدم أو كثير من البشر ما يعجبهم عجب ولا صيام برجب إذا جاهم بنات يقول لك ودنا ولد وإذا جاهم أولاد ذكور يقول لك ودنا بنوتة وفيه ناس وهم قل قليل يرضون باللي الله سبحانه وتعالى يقسموا لهم وفيه النهاية أهم شيء في موضوع الخلفة الخلقة التامة مثل ما يقولون يعني لا يجي ولد معاق ولا بنت معاقة ولا عندهم تشوهات وبعدين تبلش بلشلها أول ما لها آخر أهم شيء يجي الولد كامل مكمل والكمال لله عز وجل المهمة الزوجة هذه كانت تدعي الله سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار أنه يرزقها بالنوتة عندها أخت متزوجة وعندها ثلاث أربع بنات وهذه عندها أبناء اثنين فتشوف البنات بنات أختها وتتمنى من الله أنه في يوم من الأيام يرزقهم بالنوتة وفعلا بعد عدة سنوات تحمل هاي المرأة وتجيب بالنوتة وكانت هذاك اليوم من أسعد الناس هي أو زوجها ولما جتها البنوتة هذه اللي يسموها أمل بدوا يعتنون فيها عناية خاصة والبنت منه هي صغيرة ما شاء الله تبارك الله وردة ومفتحة جميلة جدا وبدوا إخوانها هذول الأكبر منها يغارون منها وصاروا يشوفون كل الاهتمام تحول على أمل لكن هذه الغيرة بالطبع يعني آخر واحد لما يجي واحد بعد منه فالغيرة هذه موجودة عند الأبناء والبنات المهم البنت أمولة هذه صارت تكبر شوي شوي وهي تكبر وتزداد حلاء ولما صارت في سن الدراسة دخلوها في المدرسة المرحلة الابتدائية ويكتشفون أنه البنت هذه بنت ذكية جدا عندها ذكاء خارق ودائما تطلع الأول على الصف وكانت تجيب هالمرحات وهالتقدير شهادات التقدير من المدرسة والمعلمات يحبنها والبنت يعني عندها أخلاق وهلهم ربيينها ويتعبون عليها في التدريس وفي التعليم والبنت تتجاوب مع الجميع بالنسبة للتعليم وإخوانها معدلهم عادي يعني بمستوى جيد نقدر نقول خلصت الابتدائية دخلت على المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية وكانت دائما المتفوقة في المدرسة الأول على الصف ولما خلصت المرحلة الثانوية البنت صارت في سن 17-18 سنة وصارت كتلة كبيرة من العنوثة بنت ما شاء الله تبارك الله وجميل أنه تكون الوحدة جميلة بالإضافة إلى أنها تكون مؤدبة وأخلاق عالية وهذه أمل كانت جامعة الجمال والأدب والأخلاق والرقي وأمها وأبوها رافعين راسهم بين سكان المنطقة والحي اللي ساكنين فيه المهم البنت بعدما خلصت الدراسة البكالوريا وحصلت على مجموع عالي اختارت هذاك اليوم بسبب حبها إلى إحدى المعلمات اللي كانني علمانها في المدرسة فضلت إنها تختار مهنة التعليم وهذا الأمر يتطلب الدخول إلى الجامعة وفعلا تقوم تسجل البنت في إحدى الجامعات وبدت تدرس وأمورها عال العال والبنت ما عندها أي حركات ولا أمور خارج الطريق لا عندها علاقات ولا عندها ارتباطات مجرد من الجامعة إلى البيت وملتهي بدراستها أول سنة ثاني سنة ثالث سنة المهم خلصت الجامعة بدرجة ممتاز وحصلت على الشهادة وتقدم هذاك اليوم على وظيفة في وزارة التربية كمدرسة وتم قبولها بجدارة بسبب العلامات أو المعدل اللي حاصل عليه في الجامعة وتم تعيينها في إحدى المدارس وفي هالوقت إخوان أمل اللي تعلم تعلم واللي قالوا شغلة عملة وتزوجوا وكل من سكن الحاله وظلت أمل هي وأمها وأبوها وتعرفون الواحد لا تزوج تكثر المسؤوليات وأبناء وزوجة وبيت وأجار البيت وفواتير كهرباء وفواتير مي لذلك الشباب هذولة صار عليهم شوية ضغوطات والأحوال المادية التعبانة وظل أبو أمل وأم أمل بحاجة إلى من يساندهم في أمور الحياة الصعبة وتأمين مستلزمات البيت مصاريف يومية أكل وشرب وجماعة عندهم بيت ملك الملك لله عز وجل ما في أجار آخر الشهر لكن الواحد يأكل ويشرب يطلع يروح يجي يتعرض المرض فالبنت هذه كانت هي بعد الله عز وجل السند لأمها وأبوها بحكم أنها توظفت وصار عندها راتب والأمور ماشي بشكل طبيعي وطبعا أمل من أول ما دخلت الجامعة البنت ما شاء الله تبارك الله جمال وأخلاق وأدب فمن الطبيعي يتقدم الخطبتها الكثير من الشباب لكن البنت كانت رافضة فكرة الزواج قبل لا تخلص الدراسة وبعد ما خلصت الدراسة والآن أصبحت موظفة ومدرسة وما ظل في عائق أمامها بعدين قالت لك خليني أطول بالي أمي وأبوي بحاجة إلى من يرعاهم ويدير باله عليهم وأخواني هذولة بلشانين بنساوينهم وعجانهم وأنا بكرة إذا تزوجت أكيد زوجي ما راح يخليني أبلش بأمي وأبوي راح أحمل وأجيب أبناء وتصير عندي عائلة لذلك كانت تتهرب من موضوع الزواج وبنفس الوقت أمل ما ودها تتزوج على الطريقة التقليدية يعني ما ودها تأخذ شاب ولا رجل وتتعرف عليه بعد الزواج البنت باعتقادها أنه أقل ما يمكن تشوف أخلاق هذا الشاب تتعرف عليه أكثر وبعدين إذا ناسبها وناسبته يتقدم الخطبتها وفعلا في يوم من الأيام تتعرف على شاب ظل يلاحقها فترة منزما شاب من أبناء المنطقة وشاب البنت الجميلة هذه وحاول أكثر من مرة يتواصل معها يحاول يكلمها بأدب واحترام وعطته المجال هذاك اليوم وتعرفت عليه وتعرف عليها الشاب هذا ينقله مصطفى مصطفى هذا من عائلة غنية والغنية الله عز وجل وجماعة مرتاحين ماديا وشاب تقريبا في 27-28 سنة والبنت كان عمرها تقريبا 26-27 سنة المهم لما تعرفت على مصطفى مصطفى قال لها صراحة أنا متزوج سابقا والزواج هذا ما دام عدة أشهر ما تفهمت أنا والزوجة وحصل خلاف بيني وبينها وهي راحت في حال سبيلها وأنا في حال سبيلي والشاب هذا مصطفى مبين في قمة الأدب والاحترام وشخصية وجسم والرجل ما هو ناقصه شي هذا ظهر الأمل وبعد عدة لقاءات وجلسات أمل قالت الأمها وأبوها بعد ما عرض عليها مصطفى موضوع الزواج مصطفى ما كان عنده أنه نية التلاعب واللي يضحك عليها مباشرة نعرض عليها موضوع الزواج قالوا حيا الله والله ساعة المباركة يا أمل بنشوف ضناش قبل الله الله سبحانه وتعالى ياخذ الأمانة أو يتقدم مصطفى ذاك اليوم الخطبة أمل وحصلت الخطبة وتزوج مصطفى من أمل مصطفى قبل الله يتزوج البنت سوالها البحر طحينة وشلب عقلها حلاوة وقال لها راح أخليش أسعد إنسانا على وجه المعمورة والبنت تعشمت فيه خير وشاب مبين عنه ما عنده حركات حتى ما حاول أنه يمد إيده عليها ولا يلمسها ويعاملها بكل أدب ولطف هذا قبل الزواج المهم تزوجت هيوي أو الآن صارت في البيت عنده وبدت أمل تكتشف الكوارث والمصايب هذا في البيت قالت ما في مشكلة قام ياخذ منها الراتب اللي تقبضوا آخر الشهر وعلى أساس قاعد يصمد الراتب البنت كانت تعطي جزء من الراتب اللي تحصل عليه الأمها وأبوها كمساعدة مادية وكل فترة والثانية تروح عليهم تأخذ لهم شوية خضار شوية فواكه شوية مستلزمات لهالبيت من باب البر بالوالدين ومصطفى في البداية ما كان يزولف على المبلغ اللي كانت تأخذه أمل من هذا الراتب لكن بعدين شوية شوية شهر وراء شهر صار يقول لها الراتب ناقص والبنت أحيانا تزود الأغراض شوية لأمها وأبوها فتقوله والله قاعد أساعد أمي وأبوي على ظروف الحياة يقولها لا أنت عندك إخوان وإخوانك هما المفروض يكونون هما اللي يبلشون بأمك وأبوك وشوفت عينك الأحوال المادية تعبانة وضيقة وقاعد أصمد الفلوس هذه علشان نشترينا منزل أنا وياتش ونأمن مستقبل أبنائنا أكيد بالأيام راح الله سبحانه وتعالى يرزقنا أبناء وبنات علشان يلاقون شيء قدامهم صار يدقق عليها على موضوع الفلوس هذه اللي تعطيها لأمها وأبوها لا بلق شوي شوي قال لأخوانك هما الأبدة أنت ما لتشغل وصار ياخذ الراتب غصب العنها ما عاد يعطيها ما عاد تساعد أمها وأبوها صارت لما تروها على أمها وأبوها تكون مصمدة لها شوي خرجية على جنب تأخذ لها شوي تفواكه وهي مستحية وأمها وأبوها حسوا على هالموضوع لكن ماودهم يعني يحرجونها فهي كانت تعطيهم بعض العذار أنه والله زوجي أحواله المادية تعبانة شوي ومتعثر فيه الدوام ويعني بعض المشاكل المادية وأجار البيت وفواتير فكانت تتحجج على الأمها وأبوها وما كانت تصور فلهم شنو اللي قاعد يصير لا بلا بعد فترة منزما أمل صارت بحاجة مثلا أنها تشتري لها فستان ولا تشتري لها الله يعزكم حذاء ولا أي شغلة خاصة تحتاجها أحيانا تكون ماشي به السوق يجيعينها على غرض على طنجرة على صحن على مزهرية على أي شيء وتجيب وتحطه بهالبيت والفلوس اللي ما أعطيها إياها كأنها تكفيها مصروف يعني من أول شهر إلى آخر ما عاد تكفي فتطلب من مصطفى يا مصطفى بحاجة إلى مبلغ كذا وكذا ليش وديش الفلوس وديش فستان فستان يصار قديم ولا مهتري يقولها لا لا ضبطي حالك بهذا وإذا مشقوق ولا كذا خيطي ورقعي وضبطي ومورك بل هالمصاريف الزايدة هذه يا ابن الناس يا مصطفى أنا معلمة ومدرسة وأروح وأجي وأركب بسيارات وفي عندي موظفين ومعلمين ميحل وأروح بثياب مرقع وبعدين أنا عندي راتب يعني شلون قالها والله هذا اللي جات حبل لك أهلا وسهلا ما حبل لك كمان أهلا وسهلا تحاول مع مصطفى يا حبيبي يا مصطفى يا قلبي منصطفى أنقلب عليها 180 درجة لا بلا بعد شوي مصطفى صار يمد إيده عليها وصار يغلط عليها صار يمسكها يكسرها تكسر والبنت ساكتها وتقول يا رب أنك تفرجها علي وبنفس الوقت تتروح زيارات على أهلها على أمه وأبوها أمه وأبوها يشوفون وضعها ما هو مضبوط يا أمل شنو اللي صير معاك يا بنتي شنو موضوعك منتي أمل الأولية وين الابتسامة وين الجمال حتى فعلا أمل بدأت تذبل مثل الورد الذبلانة والأنوثة هذه بدأت شوي شوي تطفي ويحاولون معاها يفهمون شنو موضوع تقولهم والله مجرد ضغوط ومشاكلها الحياة وضغوط الدنيا تتهرب من أمه وأبوها الحد ما وصل هذاك اليوم الأمر إلى أنه مصطفى قال لها أهلتش ما عدا تروحين عليهم يا مصطفى أمي وأبوي أمها في الفترة الأخيرة كانت مريضة تعبانة شوي قال لها لوديه الثاني يجي لعنده يا مصطفى هذول أمي وأبوي أمي مريضة ودي أروح أشوفها أروح أشوف شنو تحتاج يقول لها ما في طلعة على أهلتش ما في طلعة إلا من البيت على الدوام ومباشرة ترجعين على البيت والله إذا تأخرتي عن البيت إلا أكسرش يتكسر البنت من باب احترام حقوق الزوج والبنت تخاف الله صايمة ومصلية وكذلك من باب مودها تطلق وتعرفون تبعات المطلقة في بعض المجتمعات فلانة مطلقة وما تخلص من لسان الناس وطلعتها تصير محسوبة ولباسها محسوب كله يصير محسوب عليها على فلانة طلعت وفلانة راحت وفلانة جت فكانت من هالأبواب هذه تدعي الله صبحانه وتعالى وتقول أنه لعل وعسى الله صبحانه وتعالى يصلح ويهديه لكن هذا صار يتمادى أكثر وأكثر وصارت المسكينة أمل إذا ودها تشتري لها فستان ودها أظل أسبوع ولا عشر تيام مشاكل هي ومصطفى على أعطيني ولكن هذا راتبي يعني من ما لي تصدق علي وهذا يقول لها لا بحجة أنه والله قاعدين نصمد ونضبطوا الأمور وهذا ما هو له قاعد يصمد ولا من يحسنون الفلوس هذه قاعد يصرفها على سهرات وروحات وجيات والبنت هذه عايشة حياة سودة جحيمة بجحيم انحرمت من راتبها انحرمت من شوفة أمه وأبوها كانت تساعدهم شوي فيه المصروف بعدين البنت وصلت إلى مرحلة الانفجار والضب أغراضها ذاك اليوم والتزعل على أمها وأبوها جتهم ولا أمل مكسر تكسر بعد ما حصلت مشكلة طويلة عريضة بينه وبينها ولا أمل جسدها مصبغ تصبغ خير يا بنتي شنو اللي صاير أمل ظلت ساعتين ثلاثة وهي تبتشي لحد ما قدرت تسولف أمها وأبوها قالوا لها خلوا يولي أو أنت موظفة وعندش راتب وليش ساكت كل هالفترة هذه سنة ونص سنتين على هالضيم وعلى هالمعاملة السيئة هذه ما أنت مجبورة أنت المهم بعد أسبوع زمان ويفزع مصطفى على أبو أمل وأم أمل وحاول أنه يرضيها يضحك عليها وأنا كنت في ضائقة مادية وستعرفين الأوضاع والضغوط قالت له هذا أنت اللي كنت واعدني بأحلام وردية وراح تخليني أسعد إنسانا على وجه الكوكب هذه السعادة عندك يا مصطفى هل الحبل اللي بينه وبينك انقطع وطلقني ولا ممكن أني أرجع أعيش الحياة السودة والجحيم اللي كنت عايشته عندك أطلق ما أطلق قالت له بيني وبينك المحاكم وترفع عليه قضية في المحكمة وتحصل على الطلاق ويحقد عليها ذاك اليوم مصطفى قال لها أنا أدبرتش وأنا قالت له أعلى ما بغيلك أركبه المهم البنت حصلت على الطلاق وكل من راح في حال سبيله وصارت ترجع الدون فيها المدرسة ومورها على العال ورجعت تعتني بأمها وأبوها وصار غالبية الراتب الأمها وأبوها وتصمدلها شوي على جنب والأمور صارت من حسن إلى أحسن تروح الأيام وتجي الأيام البنت على أثر هذا الزواج اللي تزوجته كرهت كل شيء اسمه زواج واسمه عرس وشالت فكرة الزواج من راسها جملة وتفصيلا بعد ما تطلقت أمل تقدم لها نص شباب الحي لكن البنت قالت خلاص توبة مرة وصارت ومعد تنعاد لكن بسبب الظروف السيئة والمعاملة السيئة من هذا مصطفى والسنتين اللي مرت فيهم تجربة الزواج هذه البنت صارت عندها حالة نفسية وصارت نفسيتها معد هي مثل قبل كان عندها ابتسامة على طول بنت لطيفة حبوبة أمل معا ده هي مثل قبل صارت فيه غالبية الأحيان منطوية على نفسها صحيح تروح الداوم وكذا لكن معا ده هي مثل قبل لكن أمل كان عندها شغلة مميزة اللي هم الطلاب اللي عندها في الصف لما تغيب أمل في حالة مرضية ولا كذا الطلاب يصيرون يبشون عليها البنت تتعامل الطلاب أحسن معاملة وكانت مثال للمدرسة أو المعلمة المثالية والناجحة لكن بعد تجربة الزواج الفاشلة هذه أمل صارت تكره المدرسة هذه تكره المكان لأنها صارت تتذكر وشلون كان يضربها ويعتدي عليها ويهينها بالكلام وبالضارب وكثير من الأحيان كانت تيجي على المدرسة عليها أثار كدمات ولا تصبغات على جسدها يشوفانها زميلاتها المدرسات والمعلمات تتحاول تتهرب لكن الأمور واضحة يعني فيه أثار عنف البنت كرهت المدرسة وتقدم طلبها ذاك اليوم نقلها على إحدى القرى قالت ودي أترك مدارس المدينة كلها وودي أروح على الريف أنا أكل حياة بسيطة والناس بسيطين وفعلا تم الموافقة على نقلها على إحدى القرى وبدت أمل الداوم فيها المدرسة اللي فيها القرية ولما جت على المدرسة ولا المدرسة وضحها كارثي الطلاب ثلاثة أربعهم ما يداومون ومستوى التعليم والتدريس متدني جدا وطلاب تحسهم يخافون من المدرسين والمعلمين وصارت تشوف أن طلاب هالقرية في معظمهم ما عندهم رغبة في الدراسة مجرد أنهم يجون يمضون وقت فيها المدرسة واللي يعلم يعلم واللي ما يعلم المهم والله فلان اليوم مداوم في المدرسة واللي يهرب واللي يسوي مشاكل واللي ما يعرف يقرأ ويكتب على الرغم من أنه صف ثاني ولا ثالث البنت شافت الوضع كارثي لكن كارثي ما هو على أمل أمل بدت شوي شوي مع مرور الوقت وخلال أشهر بسيطة وبمعاملتها الحسنة للطلاب أنها تكسب قلوب الطلاب وصاروا يحضرون لا والطلاب مو بس يحضرون على المدرسة بدوا يبدون اهتمام أكثر في الدراسة وصاروا يعرفون البنت يعني صابة كل اهتمامها وجهدها في أنها تحببها طلاب فيها وكان عندها أسلوب جميل في جذب الطلاب وتدريسهم والطلاب بدأ هذا الأمر ينعكس على العائلات عائلات الطلاب وتعرفون مجتمعات القرى مجتمع صغير والكل يعرف بعضه وبمجرد ما صير سالفة صغيرة ولا شغلة صغيرة في القرية ولا في المدرسة الكل يسمع فيها ويا بنت قولي لأمتش والله هذه المعلمة أمل مثل ما تقولون كانها مساوية سحر للطلاب صاروا الطلاب من الصبح ما يصدقون على أنها تطلع الشمس ويلبسون ثيابهم ويلا على المدرسة خير يا أبنائنا شنو الموضوع شنو السالف يقولون احنا عندنا المدرسة أمل وأمل هذه الله سلمكم الشنو كانت تساوي بالإضافة إلى اهتمامها وطريقتها الجميلة في التدريس وإيصال المعلومة للطلاب كانت لما تنزل على المدينة بشكل يومي وهذا الأمر كان بسبب لها مشكلة كانت تجيب بعض الهدايا البسيطة والمتواضعة للطلاب من باب تحفيز على الدراسة واللي يجيب علامة عالية واللي كذا تحاول تعطي هدايا للكل هدايا رمزية وبسيطة وضحك عليه بشغلة بسيطة المهم بدأ الأهالي يسمعون بصيط المعلمة هذه وقالت المعلمة أمل والطلاب مع أنهم سالفوا وصير غير قالت المدرسة أمل وراحت المدرسة أمل ومدرسة القرية هذه كان فيها نسبة تغيب كبيرة للطلاب مثل ما قلنا صاروا الطلاب يلتزمون بالدوام وما يصدقون على أنهم يصلون المدرسة والبنت تضحك وياهم وتلعب معاهم وتدرسهم ولا بدأوا يجون متأنقين الصباح مضبطين أمورهم لابسين لباس جميل اما يشطين شعرهم يعني حتى الأهالي حبوا أنهم يتعرفون على هذه أمل من هو هذه أمل اللي إقلبت الدنيا قلب فيها القرية والطلاب معدهم مثل أول الطلاب قبل ما تيجي أمل هذه على المدرسة كان واحدهم أول ما يصل للبيت يشلف الحقيبة اللي فيها الدفاتر والكتب من فوق الحيط وما يدخل على البيت ويروح يمضي طول هالنهار لعب ولا مهتم إذا فيه دراسة ولا ما فيه دراسة لا بلا واحدهم صار يفوت على البيت وأول ما يجي يفتحها الكتب وهالدفاتر وعنده واجب وعنده وظيفة يكتب الواجب والأمور صارت ممتازة الأهالي ويدهم يعرفون أمل هذه أملوه من هي هذه أملوه اللي خربت الدنيا طبعا الأهالي مبسوطين على أن أبناءهم صاروا يتعلمون وصاروا شاطرين وصاروا يقرؤون ويكتبون خلال عدة أشهر المهم بدأ بعض الأهالي يجون زيارة على المدرسة وشافوا أمل ولا أمل ما شاء الله تبارك الله آية من آيات الجمال وقمها في الأدب والأخلاق هذا من جهة أما من الجهات الأخرى أمل من أول ما جاءت على المدرسة بدأت تتعاني من موضوعين موضوع النقل والمواصلات وبعد القرية هذه عن منزل أمها وأبوها والموضوع الثاني وهو الأهم اللي هو موضوع أحد المدرسين الموجودين فيها المدرسة هذا المدرس ينقل له أحمد أحمد في منتصف الثلاثينيات من عمره شاب جميل ومن عائلة معروفة وهذا عازب غير متزوج وأول ما شاف أمل ولا أمل كتلة من الجمال وجاية من المدينة وهالعطورات وهالأخلاق وهالجمال وهالرقي إنها بل بأمل وبدأ شوي شوي يتقرب منها لكن البنت كانت حاطة حاجز بينه وبينه ممنوع يتعدى هذا الحاجز يعني البنت كانت تتعامل معاه بشكل رسمي كزميل وزميلة في المدرسة لا أكثر ولا أقل وهذا أحمد يوم وره يوم زودها زيادة صار يثق الدم يحاول يسمعها بعض الكلمات الغزلية حاول يساوي معاها علاقة حب وعلاقة غرام لكن البنت قلبها من الحامض لاوي قلبها مكوي من مصطفى ومن تجربة الزواج الفاشلة هذه والسنين أو الأيام اللي مرتها مع مصطفى وقالت توبة خلاص من وين طلع لي هذا أحمد لكن أحمد لا حياته لي من تنادي يا ابن الناس حل عني ابعد عن طريقي تصدوا بشتى الوسائل والطرق لكن هذا مثل اللوح ولا يميز الخمسة من الطمسة وهذا أحمد الله يسلمكم غرقانة بحب البنت وهيمان فيها والبنت ما عندها لا حب ولا عندها زواج ولا عندها سوالف هذه كلها المهم البنت لما صارت تعاني من موضوع المواصلات قام عرض عليها مدير المدرسة قال لها هذا الأستاذ أحمد أو المدرس أحمد قاعد فيه بيت والبيت هذا أنت أحق منه فيه إيش رايش تقعدين فيه البيت وهذا أحمد على وشك النقل مقدم طلب نقل إلى المدينة وبس انتقل هذا المدرس أنت أقعد فيه البيت وتوفرين على نفسك مصاريف الروحة والجاية وكل نهاية أسبوع ولا شهر على المدة اللي وديتش ياه تروحين على أهلك شو رأيتش؟ قالت والله ليش لا؟ يعني هذا المنزل المجاني ما أدفع أجار قالوا لها ما تدفعين شيء والبيت هذا اللي يعني تابع لوزارة التربية خلينا نقول وتعرفين السكنة في القرية ومجتمع بسيط والأهالي كلهم حاب بينتش والكل يشيد بالمنجزات اللي وصلتي أبنائهم إلها والطلاب صاروا يحبون الدراسة لذلك أنا يعني أفضل لأنش تقعدين فيها البيت البنت قبلت بالموضوع قالت لكن أخاف هذا المدرس أحمد يسوي لي مشاكل وما يرضى يعطيني البيت قالها مو على كيفه البيت ما هو ملك له ويجون هذاك اليوم على أحمد قالوا يا أحمد ويدنا مفتاح البيت علشان تشوفوا المدرسة أمل يشوف شنو ناقصوا أثاث أغراض قالوا لهم البيت هذا أنا حاط فيه بعض الشغلات ومسوي له بعض التصليحات وحطيت عليه مبالغ مادية أو أمل إذا ودها البيت ودها تدفع لي الفلوس اللي حطيتها فيها البيت قال أول مدرسة أمل ما هي مجبورة أنها تدفع لك وهذا الأمر يرجع لك أنت كأختيار شخصي ما عاد أجبرك تحط تصليحات وتضبيطات بهالبيت وصار هذا يستغل الموضوع موضوع البيت وكل يوم والثاني يا مدرس أحمد ودنا البيت على اليوم وبكرة وهذا أحمد الله يسلمكم وقاعد يحاول أنه يستدرج البنت على البيت قال لها أكثر من مرة تعالي خليني أفرجيش البيت تقوله لا أنا وياك ما أروح لحان البنت كانت حذرة جدا حاول كثير من المرات لكن لا حياتها لي من تنادي ويجي قرار نقله هذاك اليوم وغصب العنو يعطيها المفاتيح لكن أحمد هذاك اليوم حقد على المدرس المسكين هذي حقد أعمى أنه شلون أنا المدرس أحمد وأضرب وأطرح ومسوي حاله وشغلة شبيرة وشلون هذه البنت اللي يعني صدتني وما رضيت لا بعلاقة لا بزواج المهم حقد عليها وشالب قلبه البنت استلمت البيت وجهزته كان شبه جاهز جابت شوي أثاث من سكان القرية ساعدوها في بعض الأمور وكانوا سكان القرية يحبون البنت هذه إلى درجة ما تتوقعونها وصارت البنت تنام فيها البيت الصبح تروع على المدرسة وتالى أدوام تيجي على البيت وصار أن يفزعن عليها نصوان القرية هذه اللي تعزمها على عشاء وهذه تعزمها على غداء وهذه تجيب لها الأكل للبيت وصارت معلمة القرية هذه مضرب مثل وصيرة على كل لسان فيها القرية ومحد له سالفة غير أمل البنت مثال للأخلاق والرقي والاحترام بالإضافة إلى تعليم الأبناء معدي يغيبون عن المدرسة صاروا يتعلمون الأهالي مبسوطين إدارة المدرسة مبسوطة وتروح الأيام وتجي الأيام إلى يوم من الأيام صباح أحد الأيام يجون الطلاب كالعادة يستنون مدرستهم أمل بعد ما أدخلوا على القاعة أو الصف عشر دقائق ربع ساعة شوي تيجي أمل بعد شوي تيجي أمل لكن البنت ما جت وتعرفون أول الدوام مدير المدرسة يتفقد الصفوف يتفقد الطلاب يتفقد المعلمين والمعلمات ويمر على الصف اللي يدرس فيه أمل ولا أمل ما هي موجودة سأل الطلاب قالوا والله أمل ما جت ويقوم يرسل طلاب اثنين من هالصف قالهم روحوا على البيت شوفوها خاف رايحة عليها نومة فيقوها وخلوها تيجي راحوا الطلاب الاثنين على البيت يدقون الباب ما حدا يجاوب يصيحون يا ميس أمل يا مدرسة أمل يا فلانة لها حياتة لي من تنادي قام واحد قال له ثاني شو رايك خليني أقفز من فوق الحيط وأدخل داخل الحوش هذا خليني أدق عليها الباب الداخلي ولا أنافذة يمكن غاطة في نوم عميق وفعلا أول ما دخل الولد هذا داخل الحوش ولا زجاج النافذة مكسور لما نظر داخل الغرفة ما في لا أمل ولا من يحزنون ويرجع يركض على مدير المدرسة الحق حضرة المدير شنو الموضوع قال المدرس ما هي موجودة لكن زجاج النافذة مكسور وما ندري شنو لي صاير معاها ويفزع مدير المدرسة هذاك اليوم ويجي لما جاء على البيت فعلا زجاج النافذة مكسور السرير اللي تنام عليه ما في حد الأغراض مبعثة في الغرفة الظاهر حاصلة معركة داخل الغرفة ويقوم المدير مباشرة يبلغ رجال الأمن حضر رجال الأمن إلى المكان وطبعا الخبر مباشرة انتشر في القرية ويا بنت قولي لأمك المدرسة أمل مختفية المهم رجال الأمن لما دخلوا على البيت داخل الغرفة أو يأثرون على أثر دماء على السرير وزجاج النافذة مكسور للخارج وشنو اللي صاير ما هم عرفانين دوروا عليها في الحمام في الغرفة الثانية في الصالة البنت ما لها وجود بدوا يستجبون الطلاب وإدارة المدرسة المدير والمدرسين الموجودين البنت أمل هذه شن قضيتها شنو مضوحة عندها مشاكل طبعا تجمع عند بيت أمل كل سكان القرية بكل ما تعنيه الكلمة الإكبار والصغار والنسوان والعجان والعجيات كلها تجمعت وحسنانين على اختفاء المدرسة الجميلة والوقورة شنو اللي صاير معاها ما حدا يدري الكل يقول يا عمي المدرسة أمل هذه ما عندها مشاكل أبدا بالعكس كل سكان القرية يحبونها ويحترمونها وبنت ما عندها مشاكل أبدا الرجال الأمن بدوا التحقيق فيها القضية منه اللي خطف البنت وشنو آثار الدماء هذي هل البنت ميتة هل مخطوفة ما هم عرفانين شنو الموضوع بعد الاستجواب والتحقيق مع سكان القرية واستجوابهم وأخذ أقوالهم ما قدروا يوصلون للنتيجة البنت ما عندها مشاكل مع حدا لكن اضطر رجال الأمن إلى أنهم يتواصلون مع الأب والأم أبو أمل وأم أمل الجماعة صاروا يبتشون بنتنا ويرراحت قالوا إن شاء الله نعثر عليها لكن البنت عندها مشاكل فيثار عندها مشاكل مع حدا قالوا والله عندها مشاكل سابقة مع طليقها منه طليقها قالوا والله فلان كان يضربها وكان يعنفها وتطلقته ويا جابه فلان مصطفى هيا مصطفى وين خذيت أمل قالوا يا جماعة أمل راحتي في طريق وأنا في طريق وحصل خلافات بيني وبينها لكن في النهاية حصل طلاق ما قدروا يحصلون هذاك اليوم من مصطفى لاحق ولا باطل والرجال فعلا قدر يثبت وجوده عند أهله وما هو متحرك خلال الفترة هذه ويرجعون إلى القرية والمدير والمدرسة أحد المحققين وينتبه على آثار عجلات سيارة آثار العجلات هذه كانت قريبة جدا من المنزل اللي ساكن فيه المدرسة وكذلك بالتدقيق في مسرح الجريمة تبين أنه الخاطف أو المجرم القاتل كاسل الزجاج من الداخل إلى الخارج وبالتدقيق في مسرح الجريمة وعادة مسرح الجريمة يكون هو الفيصل في التحقيق في الكثير من الجرائم والقضايا اللي تحصل لما ما يتم التدقيق في مسرح الجريمة على كثير من الأمور والمعطيات اللي ممكن توصلهم إلى طرف خيط فبالتالي يفلت المجرم أو تتعقد القضية ويطولونه حتى يلقون القبض على القاتل انتبه المحاقق كذلك على وجود أعقاب سجائر داخل الغرفة هذه جابوا الطلاب واسألوا المدرسين قالوا والمدرسة هذه الدخن قالوا أبدا بحياتنا ما شفناها ماسكة سيكارة ولا إنها الدخن في يوم من الأيام قالوا معناته اللي جايلي عندها يدخن وبالتدقيق على السيكارة هذه كذلك طلعت محشوة بنوع من المخدرات قالوا معناته القاتل أكيد متعاطي للمخدرات لكن منه لدي يقتلها المهم لما تتبعوا آثار العجلات انقطعت في البداية على الطريق العام الطريق المعبد بالإسفلت وبعد منها مشوا مسافات يعني على جانب الطريق من هنا ومن هناك لحد ما وصلوا إلى مكان ويشوفون نفس آثار العجلات هذه آثار العجلات واقفوا على جانب الطريق وفيه غابة صغيرة بجانب الطريق والغابة هذه نقدر نقول أنها صيرة على أطراف القرية قالوا معناته ممكن القاتل هذا يكون وقف السيارة فيها المكان ورمأ جثة في الغابة طبعا سكان القرية مرافقين لرجال الأمن والكل ودي يعرف شنو مصير المدرسة أمل المهم تطوع سكان القرية بالبحث في الغابة مع رجال الأمن واحد راح يمين واحد راح شمال واحد غرب واحد شرق ويظلون فترة منزمة يبحثون فيها الغابة واحد من سكان القرية يعثر على جثة المدرسة بدت الناس تفزع بعضها وحضر رجال الأمن إلى المكان وتم التعرف على الجثة من قبل أهالي القرية والطلاب والطلاب صاروا يبتون على مدرستهم المهم تم رفع الجثة إلى الطب الشرعي وتشريح الجثة لأجل يعرفون شنو سبب الوفاة ولعل وعسى يعثرون على بصمات على شيء يدلهم إلى القاتل ويجي تقرير الطب الشرعي تقرير الطب الشرعي يقول أنه البنت متعرضة إلى عدة ضربات في الرأس رأسها كان شبه مهشم والبنت متعرضة لإعتداء جنسي بعد الوفاة وبناء عليه تم الرجوع إلى إدارة المدرسة والطلاب وسكان القرية ونساء القرية لعله وعسى يعني يحصلون على معلومة منو يتردد على هالبنت بعد الدوام بالليل قالوا أبدا ما شفنا البنت عليها الزايحة ولا عندها الحركات ولا عندها السوالف أبدا لكن مدير المدرسة قالوا لهم كان فيه مدرس عندنا قبل فترة وانتقل هذا المدرس إلى المدينة كان فيه بعض المشاكل بينه وبينه شنو المشاكل يا حضرة المدير قال المدرس هذا عرض على البنت علاقة وزواج لكن البنت رفضت هذا الموضوع جملة وتفصيلا وصدته وبعدين حصلت مشكلة علشان مفاتيح البيت اللي ساكن فيه وين هذا المدرس قالوا والله انتقل على المدينة على المدرسة الفلانية ويروحون على المدرسة قالوا والله المدرس هذا ما أخذ إجازة مرضية صار اليومين ثلاث وين العنوان قالوا العنوان في المكان الفلاني راحوا على عنوان المدرس أحمد ولا أحمد فعلا مريض ونايم بالفراش استجوابوه رجال الأمن قالوا لهم ما لعلاقة بالبنت وأنا أصلا انتقلت على المدينة وهي في حال سبيله وأنا في حال سبيلي لا تحطون السلفة بظهري يا عمي وهم طالعين من عنده ويشوفون سيارة واقفة بجانب بيت هذا المدرس على بعد عدة أمتار أو ينتبه المحاقق اللي يمسترم هالقضية على عجلات السيارة ولا عجلات السيارة هذه شبه أنها مطابقة لآثار العجلات اللي اثروا عليها بالقرب من منزل المدرسة وبدأوا يسألون في إشارة لمن السيارة هذه ويطلع عليهم رجال قال هذه السيارة لي وين كنت أنت يوم أمس وين راحت سيارتك وين رحت وين جيت قال ولا لا رحت ولا جيت خير شنو الموضوع شنو سالفة قالوا ما في لا موضوع ولا سالفة تعال معنا على مركز الأمن ويأخذون هذا الرجال على مركز الأمن وجابوا السيارة وبمطابقة الصور اللي كانوا مصورينها لمكان العثور على آثار عجلات السيارة في القرية ومطابقتها مع عجلات السيارة الموجودة عندهم الآن قالوا احتمال كبير يكون صاحب هاي السيارة له علاقة في الجريمة وكذلك اعثروا على بعض آثار الطين اللي لونه نفس لون طين أو التراب الموجود في القرية في البداية الرجل هذا قال يا جماعة ولا لا رحت ولا جيت لكن بعد الضغط والتحقيق قال صراحة أنا عندي أخوي استعار مني السيارة يومين منو أخوك قال أخوي مدرس يعمل في إحدى المدارس واستعار مني السيارة شو اسم أخوك قال أخوي اسمه المدرس أحمد قال وصلنا ويجيبون أحمد هاي يا أحمد قالهم يا جماعة أنا مرضان ومدري شنو قالوا بلا مرضان بلا بطيخ بسمر اعترف شلون وليش قتلت البنت يا جماعة أنا ما قتلتها قالوا له إحنا فتشنا السيارة وعثرنا على بعض أثار الدماء اللي كانت موجودة في السيارة اللي ما قدرت تنظفها بالغسيل وعينت الدماء هذه طلعت مطابقة لدم المرحومة المدرسة أمل لذلك اعترف واختصر على نفسك المدرس أحمد شاف لابد من الاعتراف قالوا لهم فعلا نويت على المدرسة هذه اللي صدتني وما رضي تتساوي علاقة معي ولا حتى تقبل بالزواج وقررت هذاك اليوم أني أكثر خشمها وأصل للي ودي واستعرت السيارة هذاك اليوم من أخوي ورحت على القرية بحكم أنه أنا صار لي عدة سنوات في القرية وعرف المداخل والمخارج وإيمة سكان القرية ينامون وإيمة يصحون ومنه يصهر متأخر لذلك يعني أنا خبير في المنطقة والبيت أعرف نقاط الضعف فيه وشلو ندخل عليه وكنت محتفظ بنسخة من مفاتيح البيت ودخلت على البيت حست علي البنت وحاولت أنها تصرخ أنها تصيح أنها تفزع الجيران تفزع القرية علي ولأجل ما تصيح مسكت راسها وضربته على طرف السرير وطلع من راسها شوي الدم وبعدين البنت معتها حركت وحطيتها على السرير واعتديت عليها لكن اكتشفت أنه البنت ماتت على أثر الضرب وأقوم أكثر زجاج النافذة على أساس أني أموها على القصة وأقول أنه اللي دخل دخل عن طريق النافذة لكن المدرس أحمد وكعادة عدد كبير من المجرمين اللي دخلون سيكارة بعد ما يرتكبون جريمتهم وهذا كانت سيكارة محشية بالحشيش والمخدرات قال دخلت سيكارة وبديت أخط شلون ودي أطالع جثك كسرت النافذة وطالعت البنت على أقل من مهلي وحطيتها فيها السيارة وخذيتها على طرف الغابة ورميتها في وسط الغابة على أساس يعني يطولون لحتى يأثرون على جثتها وهذا اللي حصل وهذا اللي جرى وبتفتيش منزل أحمد تم العثور على نوع من السقائر نفس اللي اثروا عليها في منزل المدرسة وبناء على اعترافات أحمد تم تقديمه للمحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة لكن سكان هالقرية حزن وحزن عظيم بكل ما تعنيه الكلمة على هالمدرسة المحترمة رحمة الله عليها اللي درست أبنائهم وحببتهم بالعلم والدراسة واللي كانت تشتغل بكل ضمير لكن للأسف كانت نهايتها مأساوية كانت هذه نهاية القصة القصة فيها الكثير من العبر والمواعظ اللي نستفيدها من خلال مجريات وأحداثها القصة في النهاية نسأل الله السلام والعافية لنا ولكم جميعا لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه سبحانك اللهم وبحمدك